والأولى دعمه لرئيس تركي رجب طيب أردوغان في مفاجأة أفرحت أنصار أردوغان وقعلت هناك حالة كبيرة من التفاؤل في أن يحسم رئيس تركي رجب طيب أردوغان الانتخابات من الجولة الثانية وأن يتم التمديد له لولاية جديدة عموما دعوني أرحب الآن بالأستاذ صالح فاضل المفكر السوري الذي نشرف بأنه يتواجد معنا اليوم في الأستوديو أهلا بحضرتك يا أستاذ صالح حياكم الله وإياكم الله يبرك فيك رب وإحفاظ مساء الله لدينا حالة من التفاؤل إن شاء الله النصر قادم في الثامن والعشرين من شهر مايو والقاري موعد الجولة الثانية لا شك أننا متفائلون دائما وأبدا بالخير لأن كل ما يأتينا من الله عز وجل هو خير للأمة حتى لو أن شوكة أصابت المؤمن وبقدر الله فإن لها عليها أجر فما بالك إن شاء الله نحن لا ننتظر لأشواك وإنما ننتظر الحقيقة الخير العام لتركيا والأمة العربية والإسلامية جميعا نعم لأن ترجمة نانسي قنقر